أهلاً وإلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث آبت السفارة المصرية في كيف بالمواطنين المصريين في أوكرانيا بضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية أكدت السفارة كذلك ضرورة توجه المواطنين المصريين إلى المخابئ في حالة سمع سفارة الإنذار فضلاً عن الابتعادي عن المباني الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق حرصاً على أمن وسلامة الجميع وعلى وجه الخصوص خلال الأربع القادم أعلن الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جازب بوريل أن التكتل سيدرس إطلاق عملية تدريب عسكري واسعة النطاق للقوات المسلحة الأوكرانية في الدول المجاورة أوضح المسؤول الأوروبي أن المقترح سيطرح للمناقشة خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم في العاصمة تشيكية براغ معرباً عن أمله في إقرار هذا المقترح حذر الرئيس الأوكراني فولادمير زالانسكي من أن روسيا قد تقدم على خطوة وصفها بالاستفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسر الأسبوع القادم وذلك في احتفال كييف بمرور 31 عاماً على استقلالها واعتبر زالانسكي هذا الإجراء في حال إقدام موسكو عليه انتهاكاً لجميع المواثيق والقواعد الدولية مؤكداً أنه يشكل الخط الذي لا يمكن بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة على حد تعبيره قال الرئيس الروسي فولادمير بوتين أن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة أو تنتهك على الساحة الدولية سوى في سياسة تلبي مصالح الأساسية أكد بوتين في رسالة له بمناسبة يوم العلم الروسي أن روسيا ستتبع دائماً القيمة التقليدية وأن الاستقلالية في اتباع مسارها الخاص متأصلة في الشعب الروسي اتهمت روسيا حلف شمال الأطلنطية نيتو بممارسة نهج محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين دول نووية وشدد على ضرورة منع قوائه وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجاي ريباكوف إن تجاهل نيتو لخطوط روسيا الحمراء والاندفاع في المواجهة مع موسكو في أوكرانيا يعكس نهجاً غير بناء مؤكداً ضرورة الالتزام بمبدأ عدم منزلق الدول النووية إلى أي حرب بينها أضف كذلك أن احتمال استمرار الحواري الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا بات بعيداً وغير واضح أطلقت روسيا صواريخ على بلدات تقع غرباً من أكبر محطة نووية في أوروبا في جنوب أوكرانيا في الوقت الذي منعت فيه العاصمة كييف أي التذاجم معات هذا الأسبوع لإحياء ذكرى الاستقلال على التحاد السوفيتي خشية الهجمات الروسية وأثرت ضرابات المدفعية والصواريخ قرب مجمع زابوريجيا لطاقة النووية ما خاوب بشأن وقوع كارثة نووية دفعت لإطلاق دعوات لنزع سلاح بالمنطقة المحيطة بالمجمع وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن القصف المتكرر في المنطقة والذي لامس بعضه المحطة النووية أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زيلغاني مقتل نحو 9000 جندي أوكراني منذ بداية العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأوضح الجيش الأوكراني أن روسيا تسعى لمواصلة هجومها في منطقة دونسك حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على جزء من منطقة بلاجوانتي في منطقة ميكولايف جنوب البلاد وحذر من خطر شني ضربات روسية من بلاروسيا تجاه الأراضي الأوكرانية أعلنت الأمم المتحدة أن مركز تنسيق المشترك والمعنى بالإشراف على مبادرات حبوب البحر الأسود قد منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين ميناء تشارم نارسك الأوكراني اليوم أوضحت المنظمة الدولية في بيان رسمي أن السفينة الأولى تحمل ما يقرب من 25500 طن من القمح أما السفينة الثانية فتحمل ما يقرب من 5300 طن من الظرى وأشارت إلى أن إجمالي حجم ما تم تصدير من المواني الأوكرانية من الحبوب إلى الخارج بلغ 689649 طن وتجرى الآن العمليات وفقا للإجراءات المتفقة عليها في مركز التنسيق المشارك لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود